السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبه بكم معنا مرة اخرى لقناتكم سوكا اسوتيوس نتمنى تكونوا كتشوفوا هاد الفيديو انتم باحسن الاحوال اليوم نريد شارك معكم بمناسبة العيد ان شاء الله حلوة بدون فرن كتجي لديدة بزاف وسهلة فتحدات ديلها وكتوجد بسرعة والمادق ديلها كيجي لديد لديد بزاف كدلك حتى الشكل ديلها زوين وتقدرون انتم تخرجوا منه عدة اشكال الى بغيتو نتمنى الوصفة ديل اليوم تكون لتعجب ديالكم وتجربوها الى عجبكم فيديو ما تنساوش خليوا ليه لايك اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا مع تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد نخليكم مع المقادير وكيفية التحذير وفرجة ممتعة ونبدأوا على بركتي الله في المقادير وفي طريقة التحذير هنا يعندي 600 جرام ديل كوكا ومحمر ومحي دلو القشور دياله هنا عندي خمسة ديال الباكيات ديال بيسكويد هينريس ديال درهم اللي الوزن دياله 42 جرام خمسة الحبات يعني المجموع 210 جرام هنا عندي كاس ديال نيدو يكون عامر وطبعه الحال كندقله له الجواني بدياله باش كدس اكتب اللي الكاس عامر مزي مفيش الهاواء غادي ندوز نحطر هاد المكونات اللي غنطح الكوكا والبيسكويد والنيدو غادي نحمره في المقلاة غادي نوريكم بطريقة كيفاش وجدته الطريقة اللي حمرت بها الحليب نيدو او البودرة ديال الحليب هنا يخدس واحد مقلاة سخنتها بطبيع الحالم زيان في اللول من بعد اوضعت علي هذيك الكاس ديال نيدو وبقيت كنحرك بهات الشكل هادا كدما كتشوفو ما حبثش نهائينا للتحريك و النار تكون هادية تماما حتى الاخر درجة و مرة مرة كنا نرفع ذاك المقلاة الاعلى و كنا نحركها غير هكا كبو حديثها و بعد عسوني كنا نرجحها فوق النار باش كتدي تكمل طياب هاد العملية غي باش المقلاة ما كتبقاش قطة السخونية بزاف بزاف و كيتتحرق ليكم ذاك الحليب او البودرة ديال نيدو دائما كنستمر في التحريك ما تخليوش الحليب حتى يتحرق ليكم و يولي لون ديالو غامق فقط غريفش يولي صفر اه داك اللون اصفر فاتح سافي كنا نطفع لها لابد من نطفع كوكي لابد من نطفع كوكي كنت تشوف رد كليل واحد شوية و الجيد يبقاش شوية محرمش و في نفس الوقت مليين ما بين و بين سوف نضيف المكونات بسكويت كذلك نيدو محمر 460 جرام شكولات البيض أنا خدمت بالنوع القالة نضيف المكونات كاملين والحليب نيدو غير تسالي من هكذا تكمله التحمير في المقلع حيدوه باش ما كيكملش الضياف نضيف المكونات باش ما يتحرقش لكم هنلا يضفت 460 جرام شكولات كامل مداب ضفته على هاد المكونات كيما كنت لكم 600 جرام دي الكاوكاو والبيسكويت سوف نبدأ نجمع هكذا هاد الخالط هاد بيدية باش نحس بالقوام دي البيسكويت واش هو هادا باش نزيدو الشكولات بالنسبة اللي باوتو ما تستهلكو الشكولات بزاف كاوكاو ما تخليوه مهرمش يعني ذاك الحباس دي الوغلاد يكونوا الحباس دي الورقاق باش نيت هو كيرخي ذاك تزيت ديالو مع الطحين باش ما تستهلكو الشكولات بزاف وفي نفس الوقت اللاجينة تتكور لكم وكاوكاو وكاوكاو سوف يكون هادا القوام ديال الحلوه ديالنا سوف يكونوا بعد ما كملت هنا جمعت همزين هكذا بيد سوف نوضع نوطحها في المول ديالسيليكون ان اخذت به الشكل هذا ثم اخدموه بالشكل اللي كيعجبكم نسبة لي ما عندوش اللي مول ديالسيليكون فتقدرو تتخرجوه بنوع دات اشكال اخرى غاديموريكم من بعد واحد شكل ثاني ولا بغتو تضيفو واحد شكل ثالث غاديتتشكلوها هكذا هادا العجين كورات وغاديتتشكلوه في شكلات الكحل او البيض او لا تاخدو شكلات بيد مثلا وتلونوه ملوين ديال اللي كيكون خاص بالشكلات بثلا بأحمر ولا باللون الغوز ودروري لكي لا توفر لكم داك اللوز كونكاسي ووضعوه كدلي بالشكلات باش بليك تغطسو هادا هادا الكوريات هادا في داك الشكلات كتعتكو بتاك شكل داك بل حلوه كيجزوين مع الشكلات ودروري قبل تغطسوه بطبع الحال هادا الحلوه هادا هادا الحلوه دياليب الشكلات تكونو شكلتوها كدلي كدليا تخلطوها من قبل للثلاجة باش كتشد راسها وكتعقاد باش عاد تقدروا تغطسوها في الشكلات هني بعد ما كملت هني الحلوة ديالي غادي ندحها في الموج ميد غير جوش دقايق وغادي نخرجها باش تكمل هاد زين ديالها بعد ما كيباك تشوفوا غير جوش دقايق كافية هكا وضعتها في الموج ميد سوف اذا باك نحيدها وهاد الثقوب ديال هاد الحلوة هادي غادي نعمرهم بشكلتك هل وغادي نوضع لهم ذاك الحبيبات اللي كيكونوا بالالوان غادي نزينهم بها هادي فقط اقتراحات وتزين كيبقى لحسب كل واحد وكيف كيبقي زي الحلوة دياله مهم انها كتجي زوينة بزاف وكتجي سهلة فتح در ديالها ما كتاخدش منكم بزاف ديال الوقت وكذلك شكل ديالها كيجي زوين بزاف نتمنى لكم تجربوا هاد الوصفة هادية هاكا الجيز زوينة بزاف واكيد اكيد إذا جربتوها غادي سعجبكم كيبقى قلت لكم جوج ديال دقايق كافية وغادي نولي عبتاني نكمل هاديك العجينة بنفس الطريقة غادي نعمر السيليكون وغادي نوضعه كدلك المجميد حتى نكمل العجينة ديال الحلوة ديالي ودابا غادي ندوزول تحضير الشكل تاني بالنسبة للشكل تاني هنا ياخديت واحد القطعة المهم شي حاجه اللي تحتو عليه هاد الحلوة هادي ولا بلاتو غلفتها هاكده بالسلوفة باش مكت الحلوة مكتلسقش ليا سوفيو غادي نشكل هاكده الأصابيع هاكده كبارين بحاد الشكل يرفقه باش غادي نغطحها كدلك في المجميد ومبعد غادي ندهنها بالشكلات غادي نغطيها بالشكلات كحل بعد غادي نغطحها بنسبة للا بغيتو تدير واحد شكل اخر بهاد شكل هادا كيما كتشوفوا هاد الأصابيع اللي درت اعناية بهاد الحلوة هادي غادي تدعفو لهم الحجم ديالهم وتضغطو عليهم من الواسط كتضغطو عليهم من الواسط من الواسط كتعمرهم بشكلات بيد وكتدير واحد النقاط في الواسط ديال هاداك الشكلات بيد النقاط بشكلات كحل وبعد كتدوجو على ذاك النقاط بكياخدو كيعطيكم هاكده واحد شكل ديال قليب وبتابعة الحال حتى كتبرد العجينة اللي كتبرد الحلوة واعد كتقطعوهم القطع صغارين كتوضعوهم هاكده يا فكويتات كتحتى واحد ديكورز واول وحتى هي سهلة في تحضار ديالها هنايا بعد ما ادخلت الحلوة ديالي الموجب ميد خليت هنايا واحد تزولو فا واحد شبكة باش ماللي كي يتحلي هاداك الشكلات الكحل كاللقاك كاللقاكي ندير نولي نجمعه مرة اخرى هنايا غادي نغتص هادا الحلوة هادي في الشكلات بهاد شكل هادا اتقدروا تديرها في طبسه الكبير وتغطسوها في مرة يعني في الشكلات عندكم المهم طريقة كتبقى على الحساب كل واحد وكيف كي يدير يبغى يخدم المهم انني غادي نغتصها هكدايا وفي هادا الحلوة تقوم تزينوها بالحبيبات ديالكم إلا كنتوا غادي تزولوا واحد الحبيبات ديال الشكلات قبل ما يجبنت لكم سينو غا إلا بوتوا تديرو خطوط هكدا بالشكلات البيض هكدا تديرو خطوط حتى هي كتجيزويلة بالنسبة انا كنخطب الشكلات ديال القالة كي جيني سهل في الخدمة وكيدوب من زيان وبلا ما كتضيف له لا زيت لازب دالة اشي حاجة كي جيني سهل في الخدمة نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة عديرها كتجيزوينة بزاب ما تردوش انكم تصوبوها ان شاء الله في العيد ديالكم سافي غادي نسعمر بنفس الطريقة كي ما كنت لكم غادي نرش هاد الحوبيبات هادو انا زيتهم هاد الشكل هادا غير ضروري انكم قبل ما يبس لكم الشكلات ديالكم باش كيتثبت وكيجيتا يعني العصق بي زيان هنا هي الطريقة اللي انقطع بها هاد الحلوه هدي ضروري خصي يكون ذاك الموس اللي رقيق ضروري يكون ماضي يعني بزيان وكان قطعهم هكدا مجنبين ضروري انكم بلا ما من اللي تدهنو هاد الحلوه هادية بشكلات الكحل ماشي ضروري تدخلوها المجمد باش ماللي كتخرجوها ما كتقطعش لكم ما كيتهرش لكم ذاك الشكلات يعدي كيبقى لاصق خليتوا يبرد غيب الحرارة ديالكوزيلا ماشي ديال ماشي بتلاجه هنه يقطعتهم هكدا شكل مائل وصفيها انو تحون في الكوب بغطات بهات الشكل هادا كيما قلت لكم ماشي ضروري انكم تدخلو هاد الحلوه هدي بعد ما تدهنوها بشكلات الكحل تدخلوها المجمد تدخلوها تبرد فقط بديك الحرارة ديال المطبخ كافية باش ما كتتهرش لكم في التقطع انا قطعتهم هكدا شكل صغير انا قطعتهم هكدا شكل صغير باوتو تقطعها بكبر باني قطعوه وسيكون هدا والشكل لها ايدي الحلوه ديالنا بصحة وراحة نتمنى الوصفة دياليوم تكون نالت اعجاب ديالكم وتجربوها صراحة راكيجي هاد الحلوه هدي لديدة وسهلة في التحضير ديال هكا توجد بسرعة وكيما قلت لكم شكل ديالها راكيجي زوين بالنسبة لهاد العزين هادي انا اعطتني هاد الشكل ديال هذا اللي في الكوغدات اعطتني تشعوده 30 حبه والشكل الثاني اعطتني 42 حبه وغير للاضافة هاد الشكل اللي عندي ان الحجم ديال السيليكون شوية كبير اذا دفتوها او درتو هاد الحلوه هدي بسيليكون صغير الحجم دياله اتعطيكم كتر 42 حبه غير جربوها وما تصرتوش نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نهت اعجاب ديالكم وتجربوها اذا اجبكم فيديو ما تبخلوش علي بلايك اشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش توصلوا دائما بالجديد فضلا وليس امرا اذا اجبكم فيديو متنساوش خليوا ليه لايك ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع السلامة وعدكم مباركة اشتركوا في القناة